موسيقى موسيقى الاسبوع اللي فات كنا قلنا ان جريدو هيكمل مع النادي الاهلي سواء قاعد ماشي هيكمل مع النادي الاهلي ويمكن في الفترة او في الاسبوع او في الايام القليلة قبل مباراة الزمالك المسؤولين في النادي الاهلي كانوا حرصين على التأكيد لجريدو انه باقي ويمكن احنا كنا قلناها قبل كده لان قلنا قبل كده برضو ان من سياسة مجلس الادارة الحالي برئاسة الموانس محمود طاهر وايضا على عبدالصادق رئيس جهاز القرى في النادي الاهلي انه هما ما بيمشوش مدرب او بمعنى اصح ما بيتعملوش مع المدرب بالقطع يعني مش النهاردة المدير الفني او جريدو تحديدا بيكون داخل المباراة لو ما كسبتش انا همشي لو ما كسبتش الناس في مجلس الادارة هيعملو معايا ايه لو ما كسبتش هل انا مستمر ولا مش مستمر الايحاء ده بالنسبة للعب بيدي ثقة في المدير الفني وفي نفس الوقت بينعكس الاداء داخل الملعب هو ده اللي حصل بالنسبة للنادي الاهلي هو ده سر التفوق بالنسبة للنادي الاهلي في المقابل الايام التي سبقت مباراة القمة العكس تماما محمد صلاح افل تليفونه من كتر ضغط الصحفيين وضغط الاعلام وضغط بعض من الجماهير اللي معها رقم محمد صلاح القائم باعمال المدير الفني هل هيمشي ولا لا الجهاز المعاون نفسه بيتكلم هل المدرب الاجنبي اللي جاي هيكون بورتغالي كان قبلها قلنا فييرا وقلنا ان من الصعب انه يستمر الناس اللي كانت بتحمل محمد صلاح المسئولية وبيقولوا انه هو مش قد المسئولية رغم ان بعض من المعاونين داخل الجهاز في نادي الزمالك عندهم الرغبة انه يطيحوا بمحمد صلاح ده رقم واحد في الوقت اللي بعض عضاء مجلس الادارة رفضين لرحيله على اعتبار انه هو كان ليه دور كبير جدا مع الفريق في احتلاله قمة الدوري في نفس الوقت والكلام انا بقوله لكم من داخل معسكر نادي الزمالك ان محمد صلاح تحديدا هو يمكن طلع في المؤتمر الصحفي وظهر بكل ثقة انه هو مش في دماغه اي حاجة ولكن كل تفكير محمد صلاح في كل مباراة كان بيقودها في المباريات اللي فاتت كان عنده انا همشي ولا لا لو اتعدلت همشي ولا لا لو اتغلبت همشي ولا لا هي المعاملة بالقطعة نفس الامر خلي بالك انا ما بقولكوش ده كلام مش رائي ده كلام من داخل مجلس ادارة نادي الزمالك وكلام من داخل معسكر نادي الزمالك وبالتالي انعكس الاداء على اللاعبين في الملعب لان النهاردة هم جايين اصلا عشان حاجتين رقم واحد النادي ان نادي الزمالك ياخد الدوري رقم اتنين ان لابد ان احنا نكسر عقدة النادي الاهل ولكن هناك ضغوط كبيرة جدا على لعبي نادي الزمالك الضغوط من ان في نفس الوقت ما فيش ثقة في ان محمد صلاح مستمر ولا مش مستمر في نفس الوقت لو التدخلات اللي كانت بتحصل فترة من الفترات من المسؤولين في نادي الزمالك كل لاعب بيفكر فيها وعدد من اللاعبين بيتكلموا مع بعض هل انا النهاردة لو ما ظهرتش بشكل كويس هكون موجود في المطش اللي جاي ولا لا ممكن يتم الاستغناء عني الموسم اللي جاي ولا لا هو ده سر الخوف او سر الخوف او الارتباك برح ايمن حفني رغم وهو يعني من وجهة نظري واحد من افضل اللاعبين في مصر ومن امهر اللاعبين في مصر وبالتالي كان بيعتم الاعتماد عليه بشكل كبير جدا خلال المباريات اللي فاتت وكان بيعول عليه سواء جمهور نادي زمالك او الجهاز الفني ولكن الارتباك اللي كان حصل فيه اداء بعض لعبي نادي زمالك سببه امرين الامر الاول هو انعدام الثقة في الجهاز الفني سواء الثقة مش في قدرات الجهاز الفني او مش في قدرات محمد صلاح عشان الناس برضو ما تفهمنيش غلط ولكن في استمراره او بقاءه مع الفريق وده كان بيتكلم فيه اللاعبين داخل الفريق ده رقم واحد رقم اتنين وهو يعني انا مش عارف عايزة اسأل برضو سؤال ايه السبب او ايه سرعة ان انت تعلن عن اقتراب المدير الفني فريرا اللي هو بيبلغ من العمر او اقترب من السبعين عاما او عند تسعة وستين سنة اعتقد بعد المباراة على طول هل علشان الناس تنشغل بيه ما تتكلمش فيه اداء الزمالك ما تتكلمش فيه انك انت النهاردة عقضت تمنتاشر او تسعتاشر صفقة اه في بداية الموسم بـ 28 مليون بـ 25 مليون ايا كان وفي النهاية التعادل كان لمصلحة الاهلي من وجهة نظر خلال الفترة اللي جاية وده اللي هنشوفه خلال الفترة اللي جاية الكلام على فريرا انه هيجي هو دوت الراجل اعتقد ان الصورة ديت من خمس سنين هو الراجل دلوقتي عند تسعة وستين سنة لكن في نفس الوقت اه عشان الناس تكون عارفة ان الراجل دوت كان تولى اه كان مسؤول اداري او مشرف على اه فريق اه اه او كل الفرق في نادي سبورت انجليش بونا وقعد من تمانية يناير لتسعة مائل يعني اعتقد اربع خمس شهور وتمت اقلته ثم بعد كده تولى على المسؤولية الفنية لنادي سبورتنج براغا وبقاله قاعد قاعد في البيت او قاعد على القهوة اعتقد من اه يعني ما يقرب مش عايز اقول من سنة ونص ولكن خلينا نقول برضو سنة لان الناس بتتكلم على ان المدير الفني دوت ممكن يكون لي اه دور كبير جدا في اعادة الفريق مرة تانية او في الحفاظ على تصدر المسابقة ولكن في نفس الوقت داخل مجلس ادارة النادي الزمالك وانا بقول لكم معلومات ووفقا لاعضاء مجلس ادارة النادي الزمالك ان هناك رفض من بعض الاعضاء لاسناد المسؤولية للمدرب البرتغالي عشان تكونوا في الصورة كان المسؤولين في نادي الزمالك محددين اربعين الف دولار للمدير الفني ولكن بعد اما عرفوا السي في بتاعه وبعد اما عرفوا انه هو بيبلغ من العمر تسعة وستين سنة او اقترب على السبعين فبدأوا دلوقتي فيه قعدة مع هاني زادة عضو مجلس الادارة وهيعرضوا عليه تلاتين الف دولار ممكن تزيد لخمسة وتلاتين بصرف النظر عن ان الراجل هيجي مش هيجي الراجل هيقبل او مش هيقبل خلينا نشوف ايه الاحداث اللي هتسفر عنها الاسبوع اللي جاي او الايام القليلة في نادي الزمالك ونتابع سواء النادي الاهلي هيقدر ان هو يتخطى عقب امبي في المباراة المقبلة ولا وهيواصل ملاحقته لنادي الزمالك ولا لا لكن الاهم من ده كله خلينا نطلع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة